السلام عليكم ايه زيكم اخباركم ايه يا رب الكنوب الف خير النهاردة احنا في فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة زي ما انتم شايفين سيدة تركية بس السيدة دي طبعا من زوال احتاجات الخاصة اللي هما بيكونوا يعني اقزم شوية زي ما احنا شايفين طبعا هي مشاء الله عليها عجبتني جدا 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 انا كنت هنزل لكم نهاردة شقة بس ما شفتها بجد قلت لأ دي فعلا تستحق ان كل الناس تشوفها ودي تستحق ان كل الناس تحط لها لايك دي تستحق ان كل الناس تشوف قد ان الانسان فعلا مش بجسمه لان الانسان بعقله وبتفكيره هي ما شاء الله تجوزت وهنشوف دلوقتي صورها مع جوزها ومع ابنها هي كمان خلفة الواد العسول ده ما شاء الله ربنا يحميها رب هي طبعا يعني اصيارة شوية جوزها برضو اصيار شوية هما طبعا من الاغذان بس ما شاء الله عليهم تحدوا كل الاعاقات اللي عندهم الاعاقة فعلا يا جماعة مش في جسم الانسان الاعاقة فعلا بجد بيكون في عقله الواحد بيقابل ناس بتبقى قاعدة على كرسي متحرك بتكمل حياتها فيه ناس كتير بيبقى شباب كبار بيعملوا حدثة مقدروش يكملوا حياتهم وبيعودوا بقى ويكسروا انهم خلاص بقنا فقط الامل في الحياة ده طبعا بيثبت لنا ان الامل موجود في كل حاجة في الحياة يعني الانسان مش ان هو يتعرض لاعاقة بسيطة او اعاقة حتى كمان كبيرة يفقد الامل في الحياة بالعكس ان طبعا الحياة تستمر والناس حوالي هي تستمر الدنيا حوالي بتتحرك والناس بتتحرك يعني الدنيا مقفتش عنده بمعنى اصح هو في امكانه يثبت ان هو احسن من كل الناس في امكانه يشايف نفسه ما هو في حاجة معينة يعملها هي هنا ما شاء الله طبعا تحدث اللي هي فيه اتجاوزت برضو انسان زيها وظروفها ماشية مع ظروفه ومع ذلك ما شاء الله كونه بيت حلو جدا برضو انجابت برضو طفل ما شاء الله شايفينها برضو بتحاول تعليم ابنها المشي وطبعا ابنها برضو اكيد يعني عنده ظروف معينة ربنا يشفي يا رب ويشفيهم كلهم يا رب امين اللهم امين بس عمتا يعني ان هي بتثبت ان مهما تكون الانسان عنده اعاقة معينة او حاجة مضايقاف في جسمه او في شكله او حاجة بيقدر يتحداها برضو وبيثبت لكل ناس ان هو احسن من كده بكتير هي هنا ما شاء الله برضو طبعا بابي بتبقى لنا برضو ابنها بتعمل معاه في ايه في البيت وهنشوف برضو الصور بتاعتهم وصور فرحة وبتذاكر مع ابنها وبتعلمه وبتلعب معاه حاجات حلوة جدا كتير هتعجبكم بازن الله طبعا انا يعني الفيديو شديني بتاع النهاردة فحبيت عشان كان انا نزله وطبعا قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش طبعا نحط لها احلى لايك هما يستاهلوا بجد اول مرة اقول وانا بتكلم في الفيديو ان انا يعني عايزاكم تحطوا اللايك ومحتاجا فعلا للأسرة دي هما فعلا يستاهلوا احلى لايك احلى لايك مفيش يعني بعد كده بجد اه مش هتشوف دلوقتي بقى هي بتعلم ابنها وبتصور لنا ابنها كمان وهي طبعا مبسوطة جدا نفسها اكيد تبقى ام زي كل الامهات يعني ده ابنهم الوحيد وطبعا هي بتلعب معاه وبيستخبى منها هنا طبعا بقى بيلعبوا مع بعض هما التلاتة هي وجوزها وابنها هنا طبعا بقى في خروجاتهم وفسحهم وكده اللي عجبني كمان هي مدى حبها الجوزها وكمان حب زوجها ليها يعني ممكن تلاقي انسان طبيعي جدا وانسانها طبيعية جدا وهي وجوزها مش طيقين بعض جوزها متضيق منها قولها انت مش حلوية تقول لي جوزها انا مش حباة شايفها برضو مش كويس مش مرعنيها شايفين يا جماعة الانسان هو تفكير وهو اللي بيوديه لنقطة دي طبعا هتتحاول تثبت النفسك ان انت عايشة كويس وتحاول تثبت النفسك ان انت كويسة والجوزك كويس الحياة تتحسن معاك اكيد طبعا كلنا بنواجه مشاكل في حياتنا كلنا بنشوف حاجات بيدينا في حاجاتنا بس طبعا مثلا تجي تبصي هتلاقي الحمد لله مشاكلك دي بسيطة جدا بالنسبة لغيرك فما تقولي الحمد لله ربنا بيكرمك وبيصلح حالك والامور او شؤون حياتك بتتعدل للاحسن طول ما هتبص حواليك وهتشوف ناس يعني حياتهم اقل منك عيشته اقل منك شوية هتجي تبص تلاقيك لقى الحمد لله انت عيشة في نعم كتير جدا لا تعد ولا تحصى بس يا سعب بس الانسان كده بيحصلوا شوية يعني ازمات خنقة دي بتلاقيه بقى ايه بيجمع كل ده وما بيصدق بقى ايه عصارة الحاجات اللي بنخنقاه بتتكوم عليه وبيبدأ ان هو يدايق بقى يعمل مشكلة كده يعني هنا طبعا بقى واحد آآ عمل طبعا بقى الكاركتر بتاع ابنها رسمه لها طبعا كده ما شاء الله برضو صورة عصولة جدا وهم طبعا في روحوا بيها جدا آآ ونزلوها عندهم هي طبعا بقى بتورلنا برضو ان هي بتمارس حياتها طبيعية جدا بتطبخ وهناك هتعامل فوسو الشان هي طبعا متجهودة هنشوف دلوقتي صور فراحة هنشوف صورة الفراحة بس ايه كانت مصورة بعدها هنا برضو صورها مع ابنها ويعني هي ما شاء الله فرحانة فرحانة ان هي ام بتحاول تدي الابنها بتقول انا بحاول اعوض ابني بكل الحنان والحب اهو بتقول ان انها قاعدت لحنان والحب من امها وباباها برضو بس هيها بتقولنا بتحاول وعاود ابني برضو طبعا بتقول انا مش عايز Vidعرض للتنمر انained اتعرضت ليه كلام ده يعني يا جماعة فعلا الانسان دايما يعني الناس اللي بتتنمر دي هي اللي عليها صغير هي اللي مريضة نفسيا بجد مش الانسان اللي بيتنمر عليه بالعكس يا جماعة آآ كل واحد يعني يقدر يتحكم في لسان ويتحكم في جخصيته وكده يعني هنا برضو بتقول انا بمارس حياتي طبيعية خالص اهو بعمل برضو عاملها طبعا محشي وراء العنب وبتعمل كل حاجة ومضبطة حياتها وازا ما احنا شايفين برضو مطبخ بتاعها يعني عاملها الرخامة صغيرة على قدها موطية الرخامة وموطية المطبخ بتاعها وجايبها لنفسها اللاجئة او فريزر برضو صغير يعني بتقول انا بمشي حياتي على حسب ما انا عايزة على حسب ما انا هقدر استخدم حاجتي وعيش فيها ازاي بتقول انا بحاول ابني السعادة لنفسي مش السعادة هي اللي هتبنيني بتقول لا انا اللي بحاول اجلب السعادة في بيتي انا اللي بحاول اعمل السعادة مش السعادة هي اللي هتعملني بتقول عادي جدا اهو حياتي برضو عادية زي اي اتنين طبعيين. الناس بتشوفني مش طبعية بس انا شايفة نفسي طبعية. هنا برضو بقى جايب ابنها طبعا بتقول مسلا صورة اللي هي بتاعت قابله بعد. هيقول نهو مسلا هو هنا كان لسه مولود طبعا كان في الحضانة. وهنا ما شاء الله عنده مسلا حوالي خمس آآ سنين او اربع سنين في الحدود دي كده يعني. هو اساسا ابنها كمان ما شاء الله عليه كيوت يعني وعسل ما شاء الله. هنا برضو بقى هنشوف صورها بقى في ايام الكورونا كانوا عاملين ايه? بتقول برضو هنا آآ كانت آآ هما لابسين الكمامة ويخرجوا عادي وبيمارسوا حياتهم عادية جدا جدا. بتقول انا بمارس حياتي زي اي زوجة بالزبط. آآ انا وزوجي زينا زي اي اتنين متجاوزين. مش حاطين في بالنا حكاية ان احنا اخذام ولا كده. بتقول انا حياتي طبيعية جدا جدا جدا. بصحى منهم اعمل فطار واعمل غدا واعمل عشا ونخرج ونشتري حاجاتنا واعب مع ابني ولعب معاه وهزر واعلموا شوية حاجات. بحاول اعوضوا كل الحاجات اللي ممكن انا كمسلا مرحقتش ان انا استمتع بها في حياتي او مرحقتش اعملها وانا صغيرة بحاول اعملها مع ابني. هنا طبعا دي كمان صوارها وهي حامل. لسه طبعا نشوف لها صور كتير برضو. هي وزوجها وابنها. هي طبعا دايما تقول ان هي شايفة نفسها طبعية بتقول عمري في حياتي محطيت موضوع لان انا قزمة ده في دماغي ابدا ابدا. بتقول حتى كمان اما تعرفت على زوجها اه وتجوزهم بتقول انا اول ما شافته شافته ان هو انسان عادي. زي وزيها يعني. نقطة ان هو قزمة بالنسبة بتقول انا عمرنا في حياتنا انا وهو ما تكريمنا في النقطة دي مع بعض. تقول دايما شايفين ان هو طبيعي وانا طبيعية وبنخرج ونروح افراح وبابس في استان صهرة وبعيش حياتي عادية جدا 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 من غير اي معوقات يعني للحياة. بتقول برضو اكيد طبعا بنمر برضو بمشاكل في حياتنا بتقول بس كل دي بتبقى مشاكل بسيطة. بنحاول ان احنا ايه دي في ايه دو ونعدي المشاكل دي كلها. هي استان برضو ما شاء الله يعني عليها انسان انا مراحة كده وبشوفشة ودايما عندها تفاول بتقول انا دايما حطى التفاول قدامي بتقول يعني لو مريت بمشكلة بحاول احس ان انا مش شايفاها. بحاول ان انا عادي المشكلة دي بخلق لنفسي حل. بتقول حتى لو الحل ده اا مش ماشي معايا او بس بحاول ان انا ماشي اموري بي. هنا برضو بتقول عادي كايت امه وبتشير ابنها وهو بيبي صغير وبتقول يعني على الرغم ان هي مسلا رجليها متقدرش يعني تبقاش قادر تمشي على رجلها كويس. بتقول بس مع ذلك انا بقول الحمد لله ان انا احسن من غيري. بتقول الحمد لله انا بمشي غيري ما بيمشيش. اا جوزي برضو كذلك. بتقول بنقدر نتحدى اللي احنا فيه عشان حياتنا تستمر. عشان نمارس حياتنا طبيعية زي كل الناس. هنا طبعا بتقول ان ابن الجوزها بيخرج ممكن ياخد معاها ابنها و منزلوا يشتروا حاجات اا يتفسحوا مع بعض ياخد ابنها يخرجوا شوية يمشي شوية. بتقول حياتنا عادية جدا اهي. دي بجد من اكتر الفيديوهات اللي انا عملتها وانا فرحانة بها جدا. يعني حسيت كده الناس دي تدي فعلا امل في الحياة. بتدي امل كده ان الانسان فعلا لازم ان يفقى بعيد حساباته تاني. الانسان الحمد لله ربنا اداله نعم كتير وهو مش حاسس بيها. يعني الواحد بيقعد يبص لأ يعني الواحد يحاول دايما ما يبصش الاعلى منه شوية. لأ شوفوا الناس اللي اقل منكم هتلاول الحمد لله نفسنا احسن بكتير. يعني الحمد لله. هنا طبعا اه دي الصورها في فرحة. اه كيف بتقول نيام التجوزة يوم حادشر ستة الفين واثناشر. يعني ما شاء الله دلوقتي بقى لها التمان سنين متجوزة. لسه طبعا هنكامل برضو الفيديو مع بعض وهنشوف لهم شوية صور حلوين بس طبعا ياريت نفرحها ومنحطهم احلى لايك. حينها طبعا بقى هي بتبدأ بقى اتعلم ابنها بتقول ان هي بتقعد معاه آآ مخصصات له كده وقت برضو في اليوم. وقت يلعبوا فيه ووقت كمان يذكروا فيه مع بعض. عساني في اشاطر بقى وجميل. بتقول انا بحاول ان هي تخصص لوقت الكل حاجة. تقضي معظم وقتها بتقول انا اغلب وقتي مقضيها مع ابني يعني مش كل حاجة عندي في حياة الطبيخ والبيت وكده. بتقول بحاولها تدير كل الاهتمام. هنا برضو سواره معي دي برضو في خراجاتهم وفي ساحهم وكل حاجة. وبتقول انا بحاول دايما يعني ابقى متفائلة لكل حاجة في الحياة. طبعا اتمنى الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم وان شاء الله بازن روز كنوة يكون عجبكم وان شاء الله اشوفكم بازن الله في الفيديوهات الجاية على خير ومع السلامة. ترجمة نانسي قنقر